لا يكفي أنهم مجردون من أبسط الأدوات التي تساعدهم في مداوات مرضاهم بل يقومون بأعمالهم تحت ضغوط كبيرة تهدد حياتهم إنهم جيش العراق الأبيض الأطباء الواقعون بين مطرقة التهديدات وسندان قلة اللوازم الطبية التي صارت ملحة في ظل تفشي جائحة كورونا حيث دق العراق ناقوس الخطر بعد أن وصلت حالات الإصابة اليومية إلى أكثر من أربعة آلاف وأنذرت بكارثة فتاكة وقفت الحكومة أمام مؤشراتها صامتة متجاهلة ألسنة نيرانها نقابة الأطباء العراقيين رصدت خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاع حالات الاعتداء التي تتعرض لها الكوادر الطبية على يد مرضى ومراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات وأحدث حالة اعتداء كانت ضحيتها طبيبة في محافظة بابل حيث طعنها شخص بآلة جارحة خضعت على إثرها لعملية جراحية فيما اكتفت وزارة الصحة بإدانة هذه الحادثة وتوعدت بفتح تحقيق في القضية دون نتائج ملموسة على الأرض أو وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة المرصد الصحي العراقي أكد أن الاعتداءات على الكوادر الصحية تزداد في المحافظات ذات الطابع العشائري أكثر من المدن مشيرا إلى أن الأطباء يواجهون تحديات كبيرة في عملهم اليومي تتمثل بنقص العلاجات والأسرة واجهزة التنفس الاصطناعي ووصلت خطورة الأمر إلى أن سيارات الإسعاف لم تعد تجرؤ على أخذ المصابين بفيروس كورونا إلى الحجر الصحي خوفا من ردة فعل أهالي المصاب وكل ذلك بسبب النظرة السلبية لثقافة التعامل مع المرض التي زرعها السلوك الحكومي في نفوس المواطنين هذه المعطيات دفعت كثيرا من الأطباء إلى هجرة العراق الأمر الذي سبب نقصا في الكوادر الطبية حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية أن لكل ألف شخص في العراق طبيب واحد فقط وهي نسبة أقل بثلاث مرات من دولة الكويت المجاورة وحتى أقل بضعفين من ليبيا الخاسر الوحيد في هذه المعادلة هو المواطن الذي قد يصل إلى يوم لا يجد من يطببه فيه في ظل حكومات تستمر في تدمير القطاع الصحي ترجمة نانسي قنقر